حكومة تسوية أو محاصصة أو طائفية كلها مسميات تنطبق بجميع الأحوال على الحكومة التي تم تشكيلها قبل نحو خمسة أشهر في بغداد حالها كحال الحكومات التي سبقتها هي الحكومة السادسة منذ الاحتلال عام 2003 ومنذ تشكيل أول حكومة ورغم اختلاف شخصيات من ترأس هذه الحكومات إلا أن الواقع العراقي في تراجع مستمر بل إن المصائب تتوالى على العراقيين بتزايد ما يعاني منه العراقيون اليوم مع انهيار الخدمات أو انعدامها في غالبية المحافظات والانفلات الأمني وتفشي الفساد وتصاعد نقمة الشارع وانشغال السياسيين وتكتلاتهم بالخلافات الحزبية والمصالح الشخصية على حساب مصلحة العراق وشعبه كل هذا كان بانتظار عادل عبد المهدي عند ترأسه الحكومة الجديدة إلا أن ما زاد الأمر سوءا هو عدم قدرته على اتخاذ قرارات فاعلة وحاسمة لمعالجة جميع الملفات المهمة بل إن اتهامات مجهت له بالتساهل مع وزراء آخرين من حكومته تحوم حولهم شبهات فساد كوزراء الصحة والشباب والخارجية والصناعة مع تزايد المطالبات البرلمانية باستجوابهم وأنباء تتحدث عن مجود حملة جمع تواقع داخل البرلمان للإطاحات بهم خلال الفصل التشريعي الثاني ناهيك عن معضلة الوزارات الشاغرة التي تدار بالوكالة من رئيس الوزراء نفسه حيث لا تزال وزارات الداخلية والدفاع والعدل والتربية بلا وزراء مصادر برلمانية أكدت أن ما يدور من تجاذبات بين الكتل لا تبتعد عن إطار الابتزاز السياسي والهدف منها الحصول على مكاسب شخصية وبالذات فيما يتعلق بتسمية الدرجات الخاصة التي تستعد الحكومة لاختيارهم وهم وكلاء الوزراء والمديرون العامون والمستشارون ورؤساء الهيئات كما أشارت إلى أنها مجرد استعراض للقوة حيث توقعت هذه المصادر أن لا يتم فعلا استجواب كل الوزراء وفي المقابل يبرز الخلاف الدائر بين البرلمان ورئيس الحكومة عادل عبد المهدي بسبب الحراك للتصويت على قانون إلغاء مكاتب المفتشين العامين وعلى ما يبدو أن كل هذه الأزمات المتفاقمة لا حل قريبا لها طالما أن من يحكم العراق اليوم سواء في الحكومة الجديدة أو من سبقتها هم مجموعة لصوص ومنتفعين ممن يسمون أنفسهم سياسيين لكنهم لا يفقهون من السياسة شيئا ولا يراعون مصلحة الوطن والمواطن